تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع طلبات وشكاوى المواطنين في فبراير الماضي وأكد مدبولي على توجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل مع المواطنين لحل شكواهم بالتعاون مع الجهات المختصة كما أشار إلى حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات على رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها أشار الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إلى أنها استقبلت ورصدت 91 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي تم الانتهاء من فحص ومراجعة 85 ألف شكوى وطلب بشأنها